سنين قدام لأ فيش حد بيعمل كان طيب عايز اقول اخبار سريعة جدا قبل ما لعب معك لعبة الوقت الاضافي في نهاية كلامنا وانا بحييك على كلامك لانك انا بحب دماغك بشكل عامك عايز اروح معاكم لكرة السلة النهاردة الاتحاد السكندري اعلن ان الاسطورة اسماعيل احمد سيستمر مع فريق كرة السلة في النادي لمدة سنة اضافية دي لحظات التوقيع ما بين الاستاذ محمد مسلحي رئيس المجلس واسماعيل احمد طبعا بقرار وموافقة من ميو دراج وطبعا ده نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاتحاد السكندري الاستاذ احمد عبدالجيد وميو دراج قال انه سعيد جدا باتمام التعاقد مع اسماعيل احمد العيب كبير اوي اسطورة كبيرة اوي على مستويات كلها يعني فنيا واخلاقيا واسطورة بالفعل نرجع بس للصورة تاني بعد اذنكم عشان هعدل حاجة سريع جدا الصورة قدام حضراتكم فيها الاستاذ حازم الرجال امين الصندوق برفقة الاستاذ محمد مسلح رئيس مجلس ادارة النادي واسماعيل احمد اسطورة النادي كمان نشرت الصور الخاصة باجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي مع شركة الكرة نشرها محمد الضماطي نفسه عضو مجلس دارة النادي الاهلي برفقة حسام غالي عضو مجلس الادارة واللي بالمناسبة هو مفوض هو منسق ما بين ادارة الاهلي وشركة الكرة لكن النهاردة الاهلي اعلن انه فوض الكابتن محمود الخطيب ليصبح هو المنسق او المسؤول عن التنسيق ما بين الاثنين لكن صور حلوة ولقاطات حلوة ودي روح تبقى مهمة جدا يعني مثل هذه الصور الابتسامات المتفرقة ما بين اليمين والشمال والخلفية دي حلو والاهلي محتاج مثل هذه الصور لانه وقت الوقعات الهوى بيعمل مشاكل فبتبقى محتاج انك تلطف الاجواء على قد ما تلطف صح؟ ده حيانا ووقت النجاحات بسعال بتطلع برضه عشان توقع بكل تاكد طب خلينا نلعب معك بقى لعبة الوقت الاضافي